تعبوا اللي مشوا وراء الفلسفة وكل اللي يمشوا وراء فلسفة العالم هيتعبوا لأن العلم ينفخ والعقل ما يوصلش الفلسفة مرتبطة بالعقل والإيمان مرتبط بالقلب الفلسفة مرتبطة بالعقل لأن العقل بيحاول يوصل والعقل محدود والله غير محدود وافكاره غير محدودة كبعد السماء عن الارض افكار الله عن بني البشر عشان كده لما يجي تكلم عن انجيل معلمنا لو ايقولك وفيما هن محترات في ذلك ايه ده طب عايز تفسير في حاجات في الفلسفة مش عايزة تفسر ولا عايزة تقبل ولا العقل بيفسرها ده في الامور المنظورة في الامور المنظورة في قمة العلم يعني انا قريت مقال عن الطب في الطب قالك اين توجد الروح في داخل الانسان لا يعلم الانسان الا روح الانسان الساكن فيه طيب يا سيد هذه روحي سكنة فيه اين توجد روحي هل توجد في عقلي السؤال الثاني هل توجد روحي في قلبي السؤال الثالث هل روحي تملى كياني بالكامل طيب اذا كانت روحي تملى كياني بالكامل لو قطع الدراع الروح تنكمش ولا تبقى مدلدلة في الهوى ولا هتطقطع ولا ايه هيحصل لما معرفوش اجابة لكل الاسئلة بحسب العقل البشري قالك الروح الانسانية ده سر الهي ما نقدرش نقترد منه العقل مطية تصل بك الى باب الله لكنه لا يدخل معك عند الله يوصلك لباب الله اللي يدخل معك الايمان القلبي ادي معنى كلمة وفيما هن محترات في ذلك واذا رجلان يعني في انجيل مرقص شاب في انجيل ماتة ملاك ده ربنا عايز يورينا اتجاهات الايامة كلها في كل مرة يروحوها يجيب لنا قصة من القصص في كل مشوار رحوه ملاك قوة السماء شاب العريض غطة هنا يقول لك ايه زه رجلان رجلان ده رمز ليه للشهادة لان الشهادة تأخذ من فم اثنين او سلاسة تطلب الشهادة اللي اتنين رمز للشهادة ويقول لنا تكونونا شهود لي شهادات القيامة لان احنا اللي هنخدم انجيل لؤداء انجيل الخادم التور اللي بيدرس وبيحرط ويشتغل وفلاخر يدب هو ده الانجيل فم اتنين تأخذ الشهادة حتى المسيح يسوع لما جيه يرسل التلاميذ اللي اتناشر ولا السبعين يقول لك ارسلهم اتنين 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 واخدي اللي بالكو فتبقى هنا دي الشهادة الواضحة اتنين 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 فيها شكرا